وجه رئيس عبدالفتاح السيسي ببلورة مبادرات جديدة لتحفيظ وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة القادمة مع الاستمرار في خطط وجهود البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة والمتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد والإجراءات ذات الصلة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن محافظ البنك المركزي استعرض خلال اللقاء أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي وقرارات وإجراءات البنوك المركزية بكبرى دول الاقتصادية على مستوى العالم مؤخرا وذلك للتعامل مع التدعيات وتطورات الاقتصادية الحادة في ظل الظروف الدولية الراهمة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وما يستدبع ذلك من تغيرات مستمرة في السياسات النقدية العالمية للمؤامة مع تداعيات تلك الأزمة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي بالدولة وقد استعرض السيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي وقرارات وإجراءات البنوك المركزية بكبرى الدولي الاقتصادية على مستوى العالمي مؤخرا وذلك للتعامل مع التدعيات وتطورات الاقتصادية الحادة في ظل الظروف الدولية الراهنة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وما يستدبع ذلك من تغيرات مستمرة في السياسات النقدية العالمية للمؤامة مع تدعيات تلك الأزمة موضحا تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي وأداء القطاع المصرفي للدولة وجهود توفير مستلزمات الانتاج لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية وذلك في إطار خطط السياسة النقدية والبنك المركزي على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل بهدف الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن والوضع النقدي المتزن الذي تنتهجه الدولة وقد وجه السيد الرئيس ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذبي لاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة القادمة مع الاستمرار في خطط وجهود البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة مع المتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد في مقابل متطلبات التنمية